الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوم عليهم ولا الضالين أمين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت عنا بالقلوب إذ قال الله يا عيسى بن مولى مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهدا وإذ علمتك الكتاب والعكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرم الأكماء والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين وإذ أوعيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الهواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه على بل لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتغلوني وأمي إلى أين من دون الله قال سبحانك ما يكوني أن أقول ما ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الرجوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما تنت فيهم فلما توفيتني كنت أن ترقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعلمهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهاء خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضي الله عنهم ذلك الفوض العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير